اشتركوا في القناة احداثة النجمة الجميلة روجينا دجة كبيرة جدا خلال شهر رمضان الماضي وده بعد تعلقها الملفت للنظر في دور فدوة طبعا كلنا عارفين الدور الجميل دوة نجحت فيه نجاح باهر قدمته في مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان ومع مجموعة اخرى من كبار النجوم زي الفنان احمد زاهر الفنانة روجينا حققت نجاح كبير جدا بسبب شخصية فدوة وكان السبب من رئيسيا في نجاح المسلسل بشكل عام ودلوقتي ما عدنا نتعرف على الفنانة روجينا ولدت روجينا عام 1973 بمحافظة الشرقية وكان لديها اربع عشقاء هي اكبرهم لذلك كانوا يعتبرونها امان ثانية لهم انتقلت روجينا بعد ذلك مع اسرتها للقاهرة والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية فمنذ ان كانت صغيرة وياتحلم بان تكون ممثلة وده لان روجينا بتحب التمثيل والغناء والرأس روجينا بتقول انها من حبها للرأس بترس 24 ساعة في بيتها اما نقيب الممثلين الدكتور اشرف زكي كان استاذها في المعاد اعجب كثيرا بروجينا وده بسبب خجالها واخلاقها العالية وعدم اختلطها بالاخرين وقال صديقه المخرج احمد شفيق انه هم هيتزوج هذه الفتاة اشرف زكي وايا في حب روجينا من اول نظرة بالرغم من انه يجبرها بحوالي 10 سنوات تقريبا وفرق السن ممنعهمش خالص من الزواج وقد اصبحت روجينا اما وعمرها 18 عام فقط وذلك عندما انجبت ابنتيها مايا وماريم اللي انتوا شايفينهم معايا في الصورة دلوقتي يا ترى يشبهوا والدتهم روجينا ولا لا اكتبوا لي رأيكم في التعليقات نرجع نكمل مع بعض الفيديو ولكن للأسف بعد سنوات قليلة من زواجهما انفصلت روجينا عن الفنان اشرف زكي بشكل مفاجئ وقد صرحت في برنامج عقارب الساعة ان سبب انفصالهما في ذلك الوقت كان هو شعورها بعدم التأدير من جانب زوجها لكن الحب كان ليه الاولوية انتصر الحب لم تمر عدة اشهر الا وعاد الاسنان لبعضهما من جديد وذلك بعد ان قام اشرف بعلاج اسباب الخلاف بينهما وبدأ يهتم بزوجته بشكل اكبر طبعا انسان رؤى لما يعرف سبب الخلاف بينه وبين زوجته يحاول يصلحه ياريت كل زوج يقتضي بالفنان اشرف زكي في الحتة دي نرجع نكمل مع بعض الفيديو بتأكد لنا روجينا ان اشرف هو من يسيطر على المنزل كما انها عندما تتشاجر مع ابنتيها بتقول لهم ان هي هتسيب لهم البيت وعلى الفور بناتها على طول بيسمعوا كلامها لانهم بيحبوها جدا اما اسم روجينا اسم ايطالي يعني الملكة وفقا لما قالته روجينا في تصرحاتها في برنامج ابلافاهيتا كما قالت ان اول اجر لها كان حوالي 75 جنيه في الحلقة الواحدة وده كان في مسلسل العائلة وفي ناس البرنامج روجينا صراحت لنا تصريح اخر كشفت روجينا ان هي اهلوية بينما يشجع الدكتور اشرف زكي نادي الزمالك يشجعه بجنون وقالت كمان ان هي بتحب الكرة الطيرة جدا وبتمرسها من وهي صغيرة ولكن قصر قامتها جعلها تفشل في احتراف هذه اللعبة الجميلة كما اكدت روجينا ان هي ندمت كثيرا جدا بسبب عدم مشاركتها في مسلسل حديث الصباح والمساء ترى روجينا ان دورها في مسلسل مع صبق الاصرار تسبب في حدوث نقلة كبيرة جدا في حياتها الفنية وبكده ان كنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اتمنى ان الحلقة تكون ممتعة وتكون عجبتكم اللي عجبته الحلقة ينزل على طول يغبط لي لايك علشان الفيديو ينتشر بشكل اكبر بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع وبتمنى دايما ان اكون عند حسن ظن متبايني اشتركوا في القناة